طيب خلينا نسيب أفريقيا شوية ونروح لأوروبا وتحديداً إيطاليا معنا واحد من نجوم الميلان طبعاً السابقين وكان مدرب سابق أيضاً لنادي باليرمو نجم الكرة الإيطالية فابيو فيفياني دفتنا فيه السادسة من خلال فيديو كونفرنس طبعاً برحب بيك على ششة الأهلي بشكرك جداً على مشاركتك معنا في السادسة أهلاً وسهلاً بيك شكراً لكم شكراً لكم فابيو فيفياني مش عارف أقولك يعني هارد لك ولا أقولك الحقيقة شغل كويس جداً لكرة الإيطالية السيزن ده بنكلم على وصول تلات أندية إيطالية لنهايات البطولات الأوروبية نكلم على الإنتر بنكلم على روما بنكلم على فيرونتينا بنكلم على وصول منتخب إيطاليا الشباب لنهاية كاس العالم أمام الأوروكوي نكلم على وصول المنتخب الإيطالي الأول للمربع الدهبي في بطولة اليوروبا ليج ورغم النجاحات دي إلا أنه على منصة التطويج ما شفناش عالم إيطاليا بترفع هل بتعتقد أنه ده موسم جيد وناجح للكرة الإيطالية ولا نقولك هارد لك الموسم ده نعم بالطبع نعم هذا الموسم مميز جداً بالنسبة للكرة الإيطالية لأنه بعد مدة كبيرة جداً بعد معاناة في الكرة الإيطالية طيب هل خلينا ناخد قصة قصة أو حكاية حكاية بداية بتشوف إزاي خسارة منتخب إيطاليا قدام أسبانيا بنتيجة 1-0 وهل من وجهة نظرك يتحمل منشيني سبب الأخفاق النهاردة طبعاً منتخب أسبانيا وكرواتيا في مباراة النهائية لكن إزاي شفت خسارة إيطاليا أمام المنتخب الأسباني لا أظن ذلك أظن أن شبابنا يكبرون أظن أن منشيني قد حقق نجاحاً كبيراً لذلك لا يجب أبداً أن نلقي باللوم عليه ولا نحمله خطأ الخسارة قد فعل ما بوسعه لإنقاذ الفريق بعد صراع كبير قام بحل كثير من المشاكل التقنية لدى الفريق قام بتأهيل الفريق من جديد وإحيائه من جديد أعتقد أن السبب الرئيسي في خسارة إيطاليا الجمهور أو ربما لا نقول أن هناك سبباً معينة للخسارة هذا لم يحالفنا الحظ للتفوق والتقدم لكن لا ألقي باللوم على منشيني على مستوى الأندية واخد بالك أنا من جيل اتعود أو فتح عينه على الأندية الإيطالية دائماً على منصات التتويج شفت اليوفي بيتوك شفت الميلا بيتوك شفت الإنتر بيتوك في أكثر من مناسبة بألقاب قرية والموسم ده يعتبر مميز جداً على مستوى الأندية يعني نكلم مش بس على وصول الإنتر لنهاية شامبينز ليج وروما للأيوروبا ليج وحتى الكونفرنس ليج ووصول فيورنتينا لها لكن حتى على مستوى المنافسة الميلا كان حاضر مع الإنتر نابولي كان حاضر مع الإنتر هو موسم مميز جداً على الأندية الإيطالية لكن هو السؤال كيف فشلت كل هذه الأندية في الحصول على الألقاب واحد أوروبي أعتقد أن هذه خطوة إيجابية لنا وتقدم ملحوظ جداً فقد لاحظ جميع الأندية تفوق للكرة الإيطالية وجميع الفرق والثلاث فرق الإيطالية وخاصة بالإنتر ميلان رأينا مباراة قوية جداً أمام منشستر سيتي صعدت الذئاب الإيطالية وكانت على وشك الفوز ولكن كما نقول دائماً لدينا سواء باللغة الإيطالية أو النهاء يكسب ولا يلعب النهاء دائماً يحاط بالفوز لا باللعب كذلك رأينا فيورنتينا كذلك رأينا روما كذلك أن روما لم يخالفها الحظ أبداً أنها لم تتوج باللقب أمام إشبيليا رأينا أنها قامت بدور كبير ولذلك نقول أن الفرق الإيطالية قامت بمجهود جبر وبتميز ملحوظ لم نرى مثله منذ سنوات كبيرة هذا يشير إلى أننا سنعود من جديد سنعود من جديد للتصدر في صاحة الكرة العالمية سنعود من جديد للسيطرة هل بتشوف أنه منتخب إيطاليا للشباب اللي وصل لنهائي البطولة حتى رغم خسرته تقدر تراهن عليه في مستقبل الكرة الإيطالية نكلم على وصيف طبعاً بطولة كاس العالم الأخيرة نعم منتخبنا للشباب أيضاً نقول أنه يستعد بقوة لينال مكان الفريق الأكبر لينال مكان الأساطير القديمة للكرة الإيطالية لا أعلم هل تذكرون معي ماذا حققت إيطاليا منذ القدم حققت الكثير من البطولات حققت وكسرت كل الأرقام القصية غلبت كل الفرق الكبيرة ما الذي يحتاجه المنتخب الإيطالي؟ بالتأكيد جماهير الكرة في إيطاليا مش هتحتمل فكرة غياب إيطاليا عن كاس العالم 26 لثالث مرة على التوالي واحد هل تعتقد أنه منشيني قادر على قيادة إيطاليا للتأهل لكاس العالم؟ اتنين إيه اللي يحتاجه المنتخب الإيطالي لضمان المشاركة في نسخة كاس العالم المقبلة؟ نحن انقصنا أشياء كثيرة هذا المستوى لا يليق أبدا بالمنتخب الإيطالي عندنا بعض اللاعبين ذو جودة عالية وبعض اللاعبين ليس لديهم القدرة فأنا أعتقد أنه لا بد أن نقوم بتكتيك جديد بخطة جديدة لا نعلم ما الذي يخطط له منشيني لكن منشيني بلا شك هو مدرب كبير لكن له بعض السلبيات ويحاول أن يستعيد نفسه من جديد يحاول أن يضع خطة مميزة على مستوى التدريب بالمناسبة يعني يشهد للمدرب الإيطالي بالكفاءة وأنا ممكن أقول لك أسماء كتير أصحاب تجارب رائع يعني النهاردة كارلو عنشلوتي واحد من أفضل مدربين على مستوى العالم مش بس على مستوى أوروبا وفي كلام أنه منتخب الصنبة منتخب البرازيلي متمسك أو اتحاد الكورة البرازيلي متمسك بأنه كارلو عنشلوتي يتولى مسؤولية المنتخب البرازيلي تجربة سبالاتي في الدولي الإيطالي على مستوى الأندية تجربة أكتر من رائعة واحد من أفضل مدربين سيموني إنزاجي السنة دي أعتقد أنه قدم أوراق اعتماده كواحد من أفضل مدربين في قارة أوروبا أنتونيو كونتي بالتجارب المختلفة هل كل الأسماء دي مش مطروحة على مستوى المنتخب الوطني هل فكرة أنه مع كامل الاحترام والتقدير طبعا ومنشيني واحد من أكبر الأسماء لكن هل ما فيش في تفكير في إيطاليا عندكم أو حتى على مستوى الإعلام والجمهور في إن واحد من الأسماء دي تولى مسؤولية المنتخب الإيطالي الشيء الأهم كما أقول أن الكرة الإيطالية تعود من جديد نعم تعود ممتعة بقوة من جديد هذا هو الأهم بالنسبة لي لكن بالنسبة أنشلوتي كان رائعا وكما نرى أن الفرق تسعى بقوة لضم سباليتي هو بالفعل رائع هو معلم كبير لكن أقول لكم أن إنزاقي ربما يكون مرشحا اللي يتولى قيدة الفريق فبعد أن قدم بعض المزايا التي رأيناها نقول أن أيضا منشيني ربما يعود نفسه من جديد لا أعلم كيف سيدار هذا الأمر لا أعلم كيف سيخطط له ومن سيكون مدرب الفريق من جديد لكن هناك أخبار أؤكدها لكم أن منشيني ربما لن يستمر كثيرا وسيصعى جاهدا أن إيطاليا ديتشامو ستعود من جديد وستتقدم في المونديال ولذلك أعتقد أن الكرة الإيطالية سيحقق المزيد والمزيد لو اتكلمت على المصابع الإيطالية اللي الحقيقة في السنوات الأخيرة مش بس الموسم الأخير اتطورت بشكل كبير جدا بقينا نشوف مستوى رائع من المنافسة رجعنا لنسخة الكالتشو حينما كان أقوى دوريات العالم والسؤال هنا هل تستطيع أندية الإيطالية الحفاظ على نجومها أندية بحجم الإنتر وأندية بحجم الميلان واليوفي وأيضا نابلي اللي حقق موسم أو يقدم موسم أكتر من رائع النهاردة بيستغنى عن عدد من نجومه الإنتر هل ممكن يحافظ على نجوم بقيمة لوتارو مارتينيز لوكاكو أونانا حارس المارمل اللي تقلق معي الموسم ده بشكل أكتر من رائع هل بتشوف أندية إيطالية قادرة بش بس كمان على حفاظ عن جمهة قادرة كمان على استقدام أهم الأسماء زي ما كان بيحصل في الماضي نعم أعتقد أن الكرة الإيطالية تعود من جديد وأنها لن تتعرض لما تعرضت له من قبل رأينا الآن كريستيانو رونالدو غير مسار حياته وغير كل هذا وبالطبع البريمير ليج لديها مستوى رائع في وقتنا هذا لكن نقول أن الكرة الإيطالية وأن لاعب إيطاليا وأن اللاعب أجانب الذين المحترفين بالكرة الإيطالية لن نستطيع أن نستغنى عنهم بل لابد أن نضم بلاعبين محترفين وأن ندفع بالمنتخب الشباب لدينا كوادر كبيرة بمنتخب الشباب تستطيع أن تعيد الفريق من جديد تستطيع أن تشارك أيضا مع الفرق الإيطالية مثل الإنتر وباقي الفرق أيضا الإيطالية وسنعيدنا السنة من جديد أكلمك عن الميلان بقى بما أنك أنت كنت واحد من نجوم الميلان السابقين خليني أسألك طبعا بعد عتزال إزاي استقبلتوا واحد عتزال طبعا إبرا زلاطين إبراوموفيتش كلام طبعا على انتهاء عارض إبراهيم دياز وعودته للناديل أصلي ريال مدريد والكلام على أنه في عدد من الأندية بيفوض عدد من أهم الأسماء في الميلان وخصوصا طبعا رافالياو إزاي بتشوف ده وإيه هو مركاتو ميلان المتوقع بالنسبة للمسلم الجديد للأسف كلنا لابد أن يأتي لدينا وقت نعتقد أننا أدينا فيه ما ما على عاتقنا أننا فعلنا بوسعنا في الكرة في عالم الكرة لكن هذه هي الحياة مستوى إبراهيموفيتش لاعب كبير مستواه البدن رائع ومستواه العقلي أيضا رائع لاعب قلم أن يأتي مثله في الكرة الإيطالية لاعب الحقيقة مميز أنا أحبه أيضا على النحو الشخصي أحب طريقة لعبه أحب أن أراه في الملعب إبراهيموفيتش لاعب كبير فهذا يؤسفني أن لعب كبير مثل إبراهيموفيتش يعتزل الكرة لا أستطيع لا أعلم ماذا أقول وبالنسبة للرحيل إبراهيم دياز الكلام على أنه لياو كمان ممكن ده يكون آخر موسم لي مع الميلان وإيه ممكن تكون الأسماء أو التعقدات للميلان على وشك أنه ينهيها في الفترة اللي جاي تفاجأ تخطيط الفني لفريق الميلان بالرحيل نجوم كبار منه والإعادة والمحاولة لضم بعض اللاعبين الشباب لا أتذكر الأسماء الآن حقيقة لكن أنك وأيضا إبراهيم دياز لعب كبير أيضا يؤسفني ونقول مثلا نبهو لمالديني كان لعبا كبيرا لكن لا أجزم القول بأن الميلان لن يعيد نفسه من جديد الإنتر ميلان أنا على النحو الشخصي لدي الفضول أن أرى ماذا سيحدث من تقدمات وتخطيطات في الأيام القادمة نريد أن نرى الوجه الأقوى للإنتر ميلان كما رأيناه في النهائي وحشا يهاجم وبقوة أمام المنشسر سيتي نريد أن نرى البطولات في الكرة تعود إلى الفرق الإيطالية من جديد لكن أنا سعيد بمستوى إنتر ميلان وبتقدمه فهو مميز عن الفرق الإيطالية فابيو بيفياني نجم الميلان ومدرب بلينمو الإيطالي السبق بشكرك شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر